صحة وسعادة رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي رجعنا لكم مع فقرات برنامجنا وفقرتنا الأولى دايما هي فقرة التغذية طبعا دكتورة في كثير من الناس ما يأكلون لحوم زالانين من البقارة ما تقول لها من البقارات وايد لطيفات صراحة وفي ناس يسمون عمارهم نباتيين إن صراحة حاولت أكون نباتية شيء كم يوم ما قدر الدكتور ما هو معيش بدون الدياي من الدياي واللحم لا بعد النباتيين بعد شوية يهمون في الفيغان اللمون الأبد ولا شيء من النمط الحوان فإذا كان في أحد من المستمعين يمكن ما يحب اللحوم دكتورة زعلان منها من الفتر ماكلتي إذا حد زعلان من أكل اللحوم ولا ما يبا ياكل فإحنا نقولهم إنه اليوم معانا لستاذة سهة نوفل أخصائية التغذية السريرية بحيئة صحة بدبي بتقولكم عن مصادر للبروتين للنباتيين صباح الخير استاذة سهة استاذة سهة صباح الورد صباح الخير أهلين حبيبي صباح الخير هلا فيت استاذة سهة أول شيء لو نقول شو يعني يكون شخص نباتي؟ يعني زعلان من اللحوم كلها؟ شخص نباتي هو في منهم بيكون فعليا زعلان من اللحوم كلها ومصادرها ومشتقاتها وفي منهم بيكون يعني معه صلح جزء زي ما نحكي هذين النباتيين الناس اللي زي ما اتفضلتوا كنتوا تحكوا يحاولوا يبعدوا عن المصادر الحيوانية لكن هم برضو عدة فئات في منهم النباتيين المطلقين اللي نهائيا ما بيتناول ولا أي مصدر لللحوم ولا حتى أن منتجاتها سواء كان حليب حتى العسل بيتجنبوا لأنهم بعتبروا جاي من الحيوانات فبتجنبوا أي مصدر من المصادر الحيوانية نسميهم النباتيين المطلقين هذول اللي على الآخر فيه بيكون ما حكينا معه صلح جزء يعني ممكن يكون نباتي بس بيتناول الألبان ومنتجاتها فيه منه بيتناول البيض والألبان فيه بس بيكون عندهم عزوف عن اللحم كلحم أحمر أما بيأخذ أسماك ودجاج ولبن بيض يعني فعلى حسب الفئات لكن هي أشدها اللي بيكون نهائيا ما بيتناول لللحوم ولا حتى أي منتج من منتجات اللي بتيجيني من الحيوانات معنى غريب يعني العسل يعني هما أنا أفهم النباتيين ما يأكلوا اللحوم يقولك لنا فيه أذير الحيوان ذبح للحيوان وشي بس يعني النحلة المسكينة ما فيها شي يعني عادي تعطينا طواعية العسل يعني ما حد أدها المتشددين المتشددين حتى العسل يشرموا حالهم منه يعني سبحان الله سبحان الله أنزيل استاذ السهاء قولين إذا النباتيين ما يسهم يأكلون اللحوم وحارمين عمارهم أيضا من العسل فشو يعني شو الشي اللي هم أصلا يركزون عليه هل يركزون أنهم ما يأكلون لحوم فقط ولا يركزون أنهم ما يأكلون أي شيء من الحيوانات على حسب الفئة اللي هم منتموا إلها بيروحوا بتجنبوا هاي المصادر لكن بيكونوا بركزوا على إشيو بركزوا بالتالي على المصادر النباتية الثانية بقول مكسرات الكربوهيدرات بكل أشكالها هاي الأطعمة اللي بركزوا عليها النشويات خضار فواكه هون بركزوا على أغلب أكلهم يكون من هذه المصادر لكن طبعا هل هذه المصادر بتكسب احتياجاتهم بالكامل طبعا هذا الإشي في كثير من الدراسات عندنا تطبع أنه لا هذا ما بيأتي وما بيكفي الاحتياجات الكاملة من غذائهم لأنه غذائهم إلا ما يكون في بعض النقص من البيتامينات خاصة عندي بيتامين بيتولف اللي بضروري جدا عندي للقوة التام ضرورية اللي هي أصلا من اللحوم بيتامين بيتولف من الضبط النهيم أيوة بصير عندهم نقص من الفيتامينات والمعادن اللي مصدرها الأساسي بجيني من المصادر الحيوانية ومنتجات سواء كانت ألبان سواء كان بيت سواء كان حتى العسل أو أي منتجات اللحوم أو المتجات الحيوانية خلينا نسمعها يعني لو حكينا على بعض النواقص اللي بيصير عندهم بيصير عندهم نقص بيتامين زي ما حكينا بيتولف زي ما حكينا هالضروري جدا للأعصاب بيصير عندهم فبالتالي يصيروا يتعبوا بسرعة لأنه برضو بينعكس على الدم بالإضافة لأنه زي ما حكينا المنتجات الحيوانية مرتبطة برضو بالحديد موجود صح في الفواكه أو عفوا في الفضار في حديد لكن امتصاصه شوي أصعب الموضوع الحديدي اللي موجود في المنتجات الحيوانية أسهل للجسم أنه ينطصه ويستفيد منه في إنتاج دم الحمراء وبقية العمليات اللي في الجسم فهذه الناس بتعاني من نقص البيتول من نقص الحديد اللي بينعكس بعدين على تعب إرهاق جائما في عندهم بيكون إذا ما حصلوا على الكفاية من الكالسيوم اللي هو منتجات الحليب بتعطينيها والألبان بشكل أسافي بيصيروا عرضة لها شاشة العظام أو الكسور بسرعة بيتكسروا ألسامهم العضلات بتصير شوي عندهم فيها ألام في العضلات بالإضافة للأوميجا 3 لأننا كلاتنا نعرف أنه الدهن الأساسية أو المفيدة لجسم الأحماد الدهنية المفيدة ومن ضمنها أوميجا 3 كلاتها موجودة وين عندي خاصة خلانا نحكي المركزة في الأسماك وفي لحوم بقية مجموعة لحوم لكن في الأسماك مركزة أكتر شي فهما لما ما بيتناولها عم بيحرم حاله من الفوائد المرجوة من الأوميجا 3 سواء بالمناعة سواء بالذاكرة تنشيط الدماغ فهو عم بيحرم حاله من هذا الشيء طبعا لما نقول أستاذ السؤال نباتيين داما أول شيء يبقىنا من وين يخذوا البروتينات بمعنى المصدر الأساسي للبروتينات من أسبوعنا تعرفنا نحن ناس المتوحشين لناك اللحوم يعني من اللحوم من اللحوم والدياي اللي نباتي من وين يبقى البروتينات أيوة هلأ هذا الشخص نباتي لسبب ما خلينا نحتي شو مكان السبب عنده وما رح يقتنع في المعتقدات وأنه ممكن يأخذ الأغلية اللي فيها المصادر اللي حكينا اللي ممكن تمده باقي العناصر اللي حكينا عنها سواء كانت لحوم أو باقي منتجات الحيوانات فنروح نحاول نعوضها في النباتات مثلا حتى يعوض النقف في بيتامين بيتول لازم يتناول بكميات أكبر الحبوب الإصطار المدعمة أو مثلا نحتي البقوديات اللي مع الانخالة الانخالة الكاملة مع القشور الكاملة حتى يعوض فيتامين بيتول حتى يعوض الكالسيوم برضو يريد أن يأخذ مثلا فول سطويا أو الجبن اللي يسمونه توفو اللي جاي من الفول السطويا في بعض الأحيانا إذا كان عنده النقف حاد جدا في هاي الفيتاميناس يحتاج الدكتور يضطر أنه الدكتور يكتب له على مكملات غدائية حتى يعوض يريد أن يعوض مثلا الحديد يكثر من البقوليات اللي هي عندي العداس الفاصول مع إضافة فيتامين سي عليها حتى يديد من امتصاص الحديد اللي موجود في هاي البقوليات عندي المكسرات ها تعوض تزق من الجهون الجيدة خاصة عندي اللوز فهاي بعض الأغذية أو مثلا عندي الملفوف يحاول عوض جزء من الكالسيوم فلازم يكون غذاء يومي موجود في هذه الأمور الأساسية لحتى يعوض النقص اللي ممكن يصيبه بسبب عدم تناوله للحوم أو المنتجات الحيوانية أستاذة سوهة هل تحسين الناس تتحول نباتين عشان تضعف يقولك يعني بتعات عن اللحوم وشي أضعف أسهل هي طمعت فعليا خطر الناس عندها هذا الهوس لكن خلينا نكون واقعيين هل أنا عشان أضعف أتحول من نباتي إلى نباتي أتحول إلى نباتي طب أنا اللي باخده من المصادر الحيوانية غالبا هو اللحوم فيها سعرات حرارية لكن خلينا أطلع على فوائدها بالعكس أنا إذا مسألة الوزن مسألة الوزن لها علاقة في كمياتك كمان للأكل طبعا النوعية مهمة جدا لكن كمياتي لأنه بالعكس يجيك نباتيين عندهم زيادة في الوزن لأنه يركز على النشويات حيركز على الطحين على المعجنات على الخبز على الرز على هاي الأشياء مضغوط بقليات لكن برضو فيها نسبة نشويات غير عن أنه نسبة بروتين يبقى أنا ركز على النشويات ممكن نباتيين ما عندهم نشاط بدني أنا عشان أضعف ما بتحول على نباتي أنا لازم أعرف شو بختار بأكلي على النظام اللي انت ماشي عليه تناول كل خيرات رب العالمين اللي موجودة لكن تطلع على كميات اللي انت بتناول ها واحتن الاختيار بس مش عشان أضعف أتحول لنباتي لا انت ممكن تتحول لنباتي يصير وزنك بيادة ويكون عندك نقص في الفيتامينات والمعادن الضرورية جميل طبعا أستاذة سوها نصيحة أخيرة قدمينها للنباتيين اللي تاركين اللحوم والأكلات الجميلة شو تقول الحوف أنا بحكي لهم لا ارجعوا من الصواب لكن اهلا لو ننصح الجميع ضروري جدا جدا كما حكينا انت لا مع في منتجاتك بالكامل المفروض اذا صار عندك اي عرض للناس النباتيين تعرضت لك وشور بشكل اكتر او صار عندك تحس في دوخ سعب وضاشر سور الطبيب لحتى يعرف ايش الاسباب التي أدت لهذا ايش النقص اللي عندك يحاول تعاوض الضروري او اذا اضطر الموضوع انه تكتور اكتب لك بعض المكمنات الغذائية تحت اشراق طبي زي ما حكينا مش انت لحالك ستاخذها بالتالي حتى تعوض هاي النقص اللي صاير عندك وان شاء الله نتمنى السلامة للجميع والصحة ان شاء الله ان شاء الله شكرا لتش استاذة سهنو في الاخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بتبيع على هاي المعلومات القيمة والمفيدة شكرا لتش اهلا شكرا لتش طبعا تجربتش امنة على السريع قام نطلع الفاصة في التحول الى نباتية كيف كانت صراحة دكتورة ما عرفت حسمهم ترى ناس واغ متقفين لانه يقرون يقرون لازم كل شي تشترينا تقرينا لانه عادي فيه من مكونات يمكن مثلا حليب هاترا تحسين خيارات النباتية صارت وايدة يعني تلاقين قسم المثلجان البيرجر والنقس وفيه قسم ثاني يشبه لكن كلها عليهم بلانت بيس او يال من النباتات امي بالمئة هو المنتج حيواني لون قول عنهم انما يأكلون اللحوم بس هاي طبعا خيارات كل شخص وانا قلت هم ناس انا عن تجربة عايشت ناس فكنت بقلت انا شفت بعيني فانا عايشت الناس نباتيين ناس جدا يعني اولا مثقفين ثانيا حتى هم يمكن يعني دكتورة صحيا بيختارون لك افضل الاشي مثل ما قالت استاذة سوى بيختارون مصادر البروتين نحن ما نشجع حد على ميول معينة او انه يختار يكون نباتي ولا يكون شخص يأكل كل الاكلات ولكن نقول ان الحين لديهم خيارات اكثر للنباتيين ونحاول ايضا مثل ما ذكرت ان لو حسوا بتعب وصدق اللي انا يعرفهم دكتورة تحسين فيهم خمول حتى ويهم تحسين شي ذا بل انا شفت بعد فترة من تطورهم اكثر من سنة حسيت ان لا هذا شيء منطبيعي ان شكلي يكون طول الوقت اني انا ذبلانة لمجرد اني انا ما اتناول اللحوم فاذا المستمعين راي يقدروني يشاركوننا دكتورة يشاركوننا على 4006 تتصلون علينا على 600551414 بناخذ مكالماتكم ومسجداتكم بعد الفاصل فابقوا ونتذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعناكم عشان لكم الباقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما خبرناكم بداية الحلقة ان هذه الفقرة بتكون عن اعتماد سياسة الذكاء الصناعي في دبي طبعا اطلقت هيئة الصحة في دبي مؤخرا سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي والتي تعدل اولى من نوعها في هذا المجال المتخصص على مستوى الدولة طبعا السياسة جاءت متوافقة مع التوجهات الدولة وتطلعات امار الدبي لذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية فيما استهدفت تحديد المتطلبات التنظيمية لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم وطبعا بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بنتعرف الى سياسة الذكاء الاصطناعي واهدافها واستخداماتها يسعدني يكون معانا اليوم الدكتور محمد رضا مدير ادارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي صباح الخير دكتور محمد صباح شاء الله بالنور الشرور دكتور هل فيك شخ بارك بخير الله يحفظ الله يسلمك طبعا دكتور محمد قبل ما يعني اطلق لك اعطيك سياسة الذكاء الاصطناعي لانا متأكدة انك انت راح تبدع في شرحها بس انفهم المستمعين شو يعني ذكاء الاصطناعي وليش هو مهم وبعدين تبتد ما عليك امر تخبرنا عن سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي في دبي ما عليك زودة دكتور معنات خوارزمية او برنامج سوفتوير برنامج عن طريق الكمبيوتر يبحث او يعمل من البيانات الضخمة معنا اذا تذكرين دكتورة قبل كنا نخزن البيانات على يمكن يو اس بي صغير في ساعة 2 ميجا بايت او 10 ميجا بايت هذا كان محظوظ عقوب ستوات يعني شاعة التخزين الى جيجا بايت واحد وكان هذا شيء ضخم يوم وصلنا الى مرحلة تيرا بايت واحد تنحط على بطاقة كريدت كارب صحيح لو تخيلنا غرفة ضخمة من البيانات وفيها مجموعة من التيرا بايت هذه بالمليارات طيب هذه بيانات كلها مهمة انا متأكد ما حد يمعها الا لانها مهمة طيب اذا انا بنعمل المعنى من هذه البيانات يمكن يأخذنا سنوات طويلة عشان نبحث في المعلومة الف وارتباطها بالمعلومة ما باع وارتباط هذه المعلومتين بالمعلومة جيم نعم محتاجين محتاجين اليوم يسرع هذا الموضوع على اساس ان نسابق الزمن في الاستفادة من هذه البيانات الكبيرة التي مخزنة في كثير من الأماكن الخوارزمية أو يسميها الالغوريزم تبحث في هذه البيانات بسرعة فائقة لمح البصر خالي تسميها حيث اليوم الطبيب عندنا يبحث في هذه البيانات بسرعة ويعمل معنى من هذه البيانات يفيد المريض في النهاية المفترض على سبيل المثال للحصر ارتباط الدواء الفلاني بالدواء الثاني هذا دواء ألف بالدواء بعد وارتباطهم عن طريق الكيميكولز الموجودة فيهم اليوم يمكن مليارات من الكيميكولز موجودة تفاعلها مع بعض البعض اليوم الاستفادة هذه قائمة على فكرة في الشركات الدوائية والأبحاث قائمة وقائمة من زمان بس اليوم أصبحت في متناول الطبيب ومستناول المتعامل أيضا ومتناول المريض على فكرة نعم صح اليوم حتى بحثت عن طبيب معين في إمارة دبي بتدخلين على عدة مواقع وهذه المواقع مصرحة من هيئة صحة دبي بحيث أنت تختارين الطبيب أو الطبيبة المناسبة التي هي في منطقتك السكنية هذا اليوم قائم يعتمد على بيانات ضخمة خوارزمية معينة تبحث في هذه البيانات بحيث أنت تختارين طبيبك أو طبيبك بشهولة كبيرة هذا باختصار معنى الذكاء الاصطناعي معنى جدا بسيط جدا عنيق وعلى فكرة للأشخاص اللي مهتمين في البحث عن حلول الذكاء الاصطناعي ترى هي مش غالية يمكن حاليا بعض الشركات تكون غالية أغلى من غيرها لكن في المستقبل القريب نشوف هذه الحلول غير غالية صحيح دكتور محمد نستفيد من موضوع سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال اليوم الذكاء الاصطناعي هو أحد الأدوات الموجودة لخدمة المريض أو لخدمة الطبيب لخدمة المريض فيجب تقنينها يجب وضع يعني مشرعات أو تشريعات قوانين ضوابط لاستخدامها في الأون الأخير زادت يعني نقشات على موضوع الانحياز أو اللي يسمون البايس من الألغوريثم أو الخوارزمية هذه بيكون لها انحياز لفئة معينة من المرضى أو لفئة معينة من الأدوية طبعا الخوارزمية هذه على شو تغذيها من بيانات هي بتعطيك نتيجة فبالتالي تغذية البيانات يجب تكون صحيحة نوعية البيانات أيضا يجب أن تكون بيانات مش سرية بيانات حتى لو كانت نخلا لها خصوصية المريض تكون بدون اسم المريض ما تنشر يعني تفاصيل مرض المريض على البورتلز العمومية أو على المواقع التواصل الاجتماعي مثلا في قوانين وانضبطات إذا اليوم ما نحن مسكناها كهيئة كمشرع يمكن نوقع في بعض المواقع التي يمكن ما تخدم المريض أو مرات الضر المريض فنحن هدفنا اليوم خدمة المريض أو خدمة الطبيب لخدمة المريض بطريقة قانونية بطريقة منضبطة التشريع سيكون موجود لو بغير نحط باتر بعض الشركات المهتمة في إنشاء هذه الخوارزميات تكون عندها غايدلاين أو انضبطات موجودة على مواقع الهيئة الرسمية مواقع حكومة الدبي الرسمية بحيث أن هذه السياسات تكون نوع من الغايدلاين جميل دكتور محمد إطلاق سياسة الذكاء الاصطناعي كيف بتخدم أنت تطرقت للموضوع قليلا بس سوف في معاك شوية كيف بتخدم هذه السياسة التوجهات الهيئة في سبيل تطبيق الذكاء الاصطناعي اليوم السرعة مطلوبة في توفير الخدمات الطبية لنفترض أيضا على سبيل مثال للحصر الأشعة أشعة الصدر اليوم تتسوى لكثير من الوظائف لكثير من اللياقة الطبية والآخر اليوم لدينا بالألافات نعملها في هيئة الصحة في دبي ومرافق هيئة الصحة نقول على سبيل المثال 5000 أشعة يوميا من هذه 5000 ما يقارب 90 إلى 95% من الأشعة هذه الحمد لله تكون طبيعية عادية لا فيها شي طيب هذه 95% اليوم لو مررت ها عن طريق شي آخر مش طبيب عن طريق برنامج وبدل ما يشوفها الطبيب خلال ثلاث أيام بتشوف هذه الخوارجمية خلال 10 ثواني وتعطيني النتيجة ممتاز خلال 10 ثواني أنا مشيت المريض أو المتعامل من المرحلة رقم واحد إلى المرحلة رقم ثنين بدل ما كان تأخذ لي قبل ثلاث أيام اليوم تأخذ 10 ثواني وينتقر المرحلة الثالثة بعدها مرحلة استخراج الفيزا العمل أو المتطلب الذي عمل الأشعة بنشبه الخوارزمية أيضا تتطور ويمكن اليوم 10 ثواني باشر خلال ثانية تعطيني أن هذه الأشعة نورمل وأخرجها من النظام وتطلع إلى المرحلة الثانية بقت الخمسة إلى عشرة بالمئة من الحالات التي تتطلب نظر الطبيب أو مراجعة الطبيب التي تقول أن بالفعل هذا المريض يمكن في مرض معين بحاجة إلى إشراق طبي أو علاج طبي بحيث أن أولا يتعافى ممتاز يعني 5-10 بالمئة من الأشعة تدخل عند الطبيب الطبيب يشوفها يبد فيها ومثل ما تقولين نحن فضينا جدول الطبيب شوية بحيث أن ياخذ أريحيته وين قبل كان يشوف 5000 اليوم يمكن يشوف 100 إلى 200 أشعة وطبعا يحسن التشخيص حتى دكتور محمد يحسن في التشخيص عنده وقت أنه يعطي لكل صورة أشعة الوقت الكافي أنه يدقق فيها ويعطي التشخيص ويعطي التقرير بشكل أفضل دكتور الذكاء الاصطناعي يفيدنا في الحالات التالية كمية عالية من الأعمال الأشعة المتكررة التي تصل لعدد 5000 متكررة بشكل يومي نحن يوميا لدينا هذا العدد أو أكثر في التالي وما تحتاج إلى تدخل بشري اليوم لأنها أشعة طبيعية أو نورمال فما تحتاج إلى علاج أو وصفة طبية بالتالي تقدر تنتقل إلى المرحلة الثانية ففيها ثلاث حالات كمية عالية من الأعمال متكررة ما تحتاج إلى تدخل بشري أنا أنصح استخدام كورجمية القرنوم بحيث أن اليوم ما نشغل الطبيب ونحن نعرف اليوم الأطباء يعني كلهم مشغولين وعندهم يعني يمكن مهام أضيفت إليهم أكثر من السابق في ظل الجائحة حاليا صحيح فبالتالي إذا نقضي شوية جدول الطبيب بحيث أن يعطي كل حالة حقها أو أكثر من حقها حتى أن تستاهل بحيث أن يوصل إلى مرحلة راقية من العلاج مرحلة من الاحتمام أكثر فبالتالي ليش لا نسلا الـ 95% الباجيات اللي طلعا من النظام ممتاز سرعا وقت والـ 5% اللي ظلوا عنده خذوا حقهم في العلاج طيب أضيف شيئين بالنسبة للطبيب والنسبة للخوارزمية الطبيب مثل ما تفضلت دكتورة دقته في التشخيص ستكون أعلى نعم وأيضا الخوارزمية كثير ما غدناها بيانات دقتها في التشخيص ستكون أعلى وأعلى ليش لأن يسمونها machine learning أو خوارزمية تتعلم من تغذية البيانات صح فبالتالي كل ما غدناها بيانات صارت أذكى وأذكى وأذكى وأشرع أيضا نحن طبعا عندنا نتائج من يعني تجارب لنا في هيئة الصحة أن دقة التشخيص عن طريق الخوارزمية تصل 95% ممتاز جميل جدا وهي من نوع اللي ثابت يعني اليوم 95% صباحا ساعة 8 95% مساءا ساعة 8 95% وقد بعد ممكن يعني مثل ما قلت أنت هي ثابتة ما تنزل ولكن ممكن تتحسن ترى يمكن مع كثرة وجود الصور ممكن يتدخل تحسين على الذكاء الصناعي وتسوي حتى مع الوقت حتى تكون أعلى دقة أعلى وسرعة أعلى ممتاز ممتاز إنزيل دكتور محمد أنت الكلام اللي قلت وايد جميل وايد مهم الحين المستمع اللي يسمعني يقول إنزيل أنا كمتعامل هيئة الصحة باك أوفيس يعني في المكاتب في العيادات بس أنا كمتعامل يمكن ما بحث بالفرق كيف المتعاملين تابعاً هيئة الصحة بتبيع أو المرضى بيستفيدون من تطبيق الذكاء الاصطناعي في هيئة الصحة في خلمات هيئة الصحة بتبيع بيشوف الفرق في سرعة تقديم الخدمة بالنسبة إلى تقديم نتيجة الأشعة أو نتيجة بعض الحصات اللي تستخدم الخوارزمية أو حتى توزع على الأنظمة الداخلية وين التحليل ممكن يتسوي عن طريق المختبرات بيشوف الفرق في السرعة قبل إذا كان التحليل يأخذ ثلاث أيام أو خمس أيام بيأخذ الأيوم أيضاً في تحديد الموعيد إن شاء الله بيدخل هذا النظام في القطاع الخاص بحيث أن يجد طبيبة بسرعة أعلى والموعيد المتوفرة بسرعة أعلى في بعض الشركات اللي هي من القطاع الخاص بدأت هذا النوع من النشاط بترخيص من هيئة الصحابة البي بحيث أنها تخدم المتعامل في إيجاد طبيبة بالنسبة إلى موقع الجغرافي ممتاز جميل جداً فالمتعاملين مع الوقت بيحسون بالفرق الآن هناك تطبيق الذكاء الاصطناعي موجود في هيئة الصحابة البي صحيح؟ موجود مثل ما تتضلتي في الباك أوفيس أو في الخدمات المساندة لدينا في المالية موجود بعض التجارب أيضاً قمنا بها مع اللياقة الطبية بعض التجارب أيضاً قمنا بها في فحص شبكية العين في مركز دبيد السكري فبالتالي التجارب قائمة نحن ما نطلق شيء إلا متأكدين أن سلامة المريض أولاً نحن كطبة أقسمنا بقسم الطبيب أنه سلامة المريض أولاً وآخراً فبالتالي هذه التجارب خذت مجراها أثبتت أنها بالفعل ممكن تدخل حيزة التنفيذ قريباً ممتاز ككلمة أخيرة دكتور محمد أين ترى مستقبل الذكاء الاصطناعي في خدمات هيئة الصحة؟ شو الخدمات هذه رح تطرح بناء على الذكاء الاصطناعي أو أشياء جديدة رح تطرح باستخدام سياسة الذكاء الاصطناعي؟ اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يطبق على كثير من المجالات عنا في هيئة الصحة منها تشخيص الأشعة سواء كان لللياقة الطبية أو للأشعات الأخرى اللي هي الأمراي والسيتي سكان والأشعة العادية فالتشخيص اليوم أو الشرعة في التشخيص والنتيجة مطلوبة من قبل المتعامل فبإذن الله بنعتمد كثير وبالتعاون مع أخواننا في أقسام الأشعة بحيث أن نفضي جداولهم ونجيب لهم خوارزميات مبنية على أسس علمية فائقة فائقة تنتقى في التشخيص بحيث أن تطبق هذه الخوارزميات بإذن الله عندهم في هيئة الصحة والخدمات الأخرى اللي تقدم من القطاع الخاص ممتاز نشكرا لك دكتور محمد رضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة في تبي مداخلتك اليوم معانا بخصوص اعتماد سياسة الذكاء للصناع في تبي شكرا لك نهارك سعيد العفوية دكتورة وانتم كذلك شكرا طبعا أمنى مثل ما قال دكتور محمد عن الذكاء الاصطناعي ما شاء الله يعني العالم قاعد يقفز قفزات في استخدام الذكاء الاصطناعي لدرجة أن مثل ما قال دكتور محمد يعني أن يقدر يقرأ أشعة ويقرر هالأشعة الطبيعية أو لا طبعا يعني لسلامة المريض أن لو الذكاء الاصطناعي أو السوفتوير أو البرنامج هذا تبع الذكاء الاصطناعي إذا شك ولو فاصل خمسة بالمئة إن هناك قد يكون شيء في الأشياء يحاول على طوله على الطبيب عشان ناس يكون متطمنة إن هناك إذا فيه أي شيء على طوله يحاول على الطبيب لكن يختصر وقت الطبيب جدا مثل ما قال الدكتور محمد في أقسام الخدمات اللياقة الطبية أعداد هائلة من الناس تسوي أشياء بشكل يوم تقريبا خمس سنة في شخص فتخيل الدكتور يقرأ يشوف صورة بعد صورة بعد صورة قد من الضغط الكبير قد في النص يكون فيه شيء بسيط قد يفوت عليه لأنه هو قاعد يشوف كمية كبيرة من الأشياء دكتور الإنسان يعني إنسان في النهاية ممكن أنه يخطأ ممكن أنه يغلط ولكن مثل ما نقول دكتور الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكر الدكتور دقة عالية سرعة وكذلك دكتور ممكن نتفاد الأخطاء لأنه هي خوارزمية مثل ما ذكر الدكتور ممكن أنه تعطيك هاي الأخطاء قابلة للتحسين المستمر فيعني استخدام الذكاء الاصطناعي في هيئة الصحة في دبي شيء دكتورة مشرف وإدارة طبعا نفخر بوجودها في زمن الذكاء الاصطناعي في زمن التطور ووجود سياسة للذكاء الاصطناعي شيء إذا دل دكتورة على شيء يدل على حرص هيئة الصحة في دبي على سلامة المتعاملين لديها سلامة أنظمتها الجديدة فحبيت دكتورة سياسة الذكاء الاصطناعي اللي ذكرها الدكتور فيعتبر هذا خبر مهم إذا بدأت أن تطرح سياسة للذكاء الاصطناعي في هيئة الصحة بالبي طبعا نحن في هيئة الصحة دائما نطمح إلى تقديم أفضل خدمة وأسرع خدمة ومع الحفاظ على سلامة المريض وعلى خصوصيته مثل ما قال الدكتور محمد استخدام الذكاء الاصطناعي يحمي خصوصيته المريض يضمن سلامته مثل ما قال لأنه هو ثابت يعني ما في مو اليوم الخوارزمي ما تتعب مثل ما يقول ثمانة الصبح وثمانة فللعا نفس المستوى راح تكون فيساعد جدا أنه يكون مثل يسوي لك مثل فرز حالات ماذا يفرزك الحالات الحالات اللي ما تتاج الطبيب خلاص تروح عن طريق الذكاء الاصطناعي فقط الحالات تحتاج إلى الطبيب ومشاء الله نحن نشوف هيئة الصحة دائما عندنا شيء جديد في مجال التكنولوجيا تطور التطبيقات ومن تكن من التطبيقات أنا أشجع كل الشخص أن ينزل تطبيق هيئة الصحة بدبي أنا نفسي ما كان لي تطبيق لين فترة جريبة عقب قلت بمني موظف في الهيئة يعني أنا أورادي السيستم عندي وها لكن يوم نزلت التطبيق أنا أنا كموظفة في هيئة الصحة وأنا داوم في عيادة استفدت جدا 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 من التطبيق هيئة الصحة أو شيء تطبيق سهل سهل التصفح ثاني شيء كل الخدمات فيه بحجز موعد موجود بتابع نتائجي موجود موعد عيالي نتائج عيالي الجهازات المرضية موجودة نتائج المسوحات كلها موجودة على تطبيق هيئة الصحة فإحنا بمنا موجودين في العيادات نلاقي بعض الناس لميونة العيادة يقول دكتورة آه زينا مو منزلة مو مسجل فيه هو التسجيل فيه شوي ياخذ وقت بسبب أن الأمان في التطبيق جدا عالي آمن لأن ملفك الصحي كامل كلها موجود عليه فلازم خطوات شوي طويلة لك السجل فعشان جيد دائما يقول الناس يقعدوا بهدوء في البيت سجلوا فيه مثل ما تسجلوا في أي تطبيق ثاني بتحط اسم ويوزر نيم وباسورد بنزلك هذا الأو تي بي على التيلفون والدخلة ويتأكد إن إيميلك صحية هذه الخطوات موجودة كذا في كل التطبيقات دكتور البيانات الصحية إذا بنقول على الأمن الإلكتروني دائما يحفظونا ونحن نحث بدورنا كجهة إعلامية على أن نحافظ على بياناتنا الصحية صحيح فعشان جيد ما تسجلون فيه بتلاحظونا فيه وايد تأكيد من الشخصية نقم التيلفون والإيميل وغيرنا لكن نزلوا بهدوء راح تشوفون فيه مجموعة من الخدمات راح تغنيكم حتى من روحة العيادة احجزوا خدمة الطبيب لكي المواطن يشارع عن بعد جزء مواعيد المسوحات نزلوا شهادة المسوحات السيكليفة كل شيء موجود على تطبيق هيئة الصحة بدبي وضيفوا كل عائلتكم بالتالي يكون أنا مثلا أنا ضيفة ريلي وعيالي وأمي في التطبيق من هيئة الصحة بحيث أنا أقدر أتابع كل مواعيدهم أدويتهم كل شيء يكون موجود فنزلوا التطبيق سجلوا فيه بتسفيدوا من خدماته بتغنيكم حتى من روحة العيادات نعم دكتورة بهذا نوصل لختام حلقة برنامج صحة وسعادة نشكر طريق العداد في هيئة الصحة بدبي وكل الشكر في التنسيق والمتابع الأخ أحمد سلامه كذلك في الأخراج مخرجنا سعيد ألمر والشكر طبعا لك دكتورة ندى سعدت مشاركتك هذه الحلقة شكرا طبعا في التنسيق المتابعة معنا عفوا ميرا لغفالية وجه لها التحية ونتمنى لكم أعزائي المستمعين الصحة والسعادة وتنهاركم سعيد صحة وسعادة